السلام عليكم حياكم الله جميعا نعتذر عنه بالعكس ما اعتذاره والله يمكن بداية جميلة حقيقة بس بليلة يمكن جميلة حقيقة بالأجوال الجميلة هذه نبدأ مساحتنا اللي احنا اخترناها تكون عفوية جدا ويمكن بدايتها العفوية هذه زادتها جمال ان شاء الله بإذن الله نقدر نقول احنا الآن دخلنا حقيقة يعني اقول لزملانة جميعا اني فصلت جميع التنبيهات عندي في الجوال ومقفل على نفسي في غرفة وكان فيه كوكب آخر خلنا نسميه كوكب مكافحة العدوى وراح نتكلم عن سراحة خلنا نسميه نجم من نجوم مكافحة العدوى وبرامج مكافحة العدوى اللي هو الايكا راح تكون المساحة لكم وبكم حقيقة يعني ما راح تكتمل بوجود الجميع ومشاركتهم واستفساراتهم اعدكم اني ما راح نقفل المساحة الا نجاوب على جميع استفساراتكم او نسمع جميع مشاركاتكم حقيقة الا اذا كان سؤال صعب توقع ان جوال يطفي يعني اي وقت ما ادري لكن حياكم الله جميعا وانا سعيد جدا سراحة ما راح انظر للعدد انا سراحة عندي المتابعين مكافحة العدوى او خلنا نقول المهتمين ومكافحة العدوى واحد عن الف يعني راح يغنينا عن الاف الموجودين والكل ان شاء الله فيه خير وبركة في البداية كانت المساحة هذه عبارة عن باللغة الدارجة او اللغة العامية المحكاة اللي نتكلم فيها عالة نسميها قدحة احنا بالفترة الاخيرة كانت تركيز كبير حقيقة على البرنامج الايكا اللي راح تسمعون اللي ما يعرف يعني مكافحة العدوى او حتى خارج المجال الطبي وهم منها يعرف ايش يعني ايكا كانت حقيقة يعني خلنا نقول بداية سنة بزخم عالي للبرنامج هذا اهتمام عالي جدا من الجميع سواء في الادارة العامة لمكافحة العدوى في وزارة الصحة او البقية الزملاء سواء المنسوبي لمكافحة العدوى او غيرهم سواء في القطاع وزارة الصحة او في القطاعات الاخرى ولاحظنا الحمد لله اهتمام كبير من القطاع الخاص بالفترة الاخيرة بالبرنامج واهميته وانعكاسه على تحسين جودة الخدمات الطبية اه انا يمكن اقدر اقول لما بدأنا القدحة هذه كنا محتارين نسميها هروج مكافحة العدوى او هروج الايكا او تعاليل الايكا او ايا كان او حكايا الايكا لانها حقيقة تمثل المملكة العربية السعودية بجميع مناطقها الجميع مهتم فيها لاحظنا بالفترة الاخيرة ومن بدايتها على طار البداية يعني انا يهمني انكم تعرفون بداية الايكا انا اكلم نفسي اليوم وافكر في البرنامج نفسه والمساحة وايش الاشياء اللي ممكن اتكلم فيها على الصعيد النفسي والوجداني حقيقة الايكا قاعد اقول لنفسي اعتقد ان الايكا لو ما كانت موجودة لاختراعنا الايكا فكرة الايكا كمنفكشن كنترول او ديت تقييم التطبيق معايير مكافحة العدوى اعتقد هذا شيء طبيعي واساسي زي ما ان الانسان الطبيعي يتنفس منسوب مكافحة العدوى لازم يفكر في قياس او خلنا نقول او ديت تقييم تطبيق المعايير مكافحة العدوى فذلك هو شيء اساسي المكافحة العدوى اللي اختلف في البرنامج هذا انه على مدى سنوات سابقة من 2017 خلنا نقول بداية 2017 بدأ يتوحد على صورة موحدة ناتج عن سنوات سابقة من الافكار اللي كانت تطري على المعايير مكافحة العدوى لو نبي نتكلم عن مكافحة العدوى فمملكة ربية السعودية نضجت واصبحت اكثر نضج يعني خلنا نقول من بعد ظهور متلازمة الشرق الاوسط التنفسية كانت في جهود سابقة كبيرة اكيدا ما ننكر في الله اصحاب الجهود ولكن متلازمة الشرق الاوسط التنفسية وما نتج عنها من تفشيات ادت الى يعني صعوبات في المنشآت الصحية جعلت التركيز من جميع القيادات على مكافحة العدوى ونتج عنها الى 2017 اللي هو الايك الانفكشن كنترول اودتينج انا حقيقة يعني هذه فقط مقدمة بسيطة عن ايش يعني او ما بقول ايش يعني ايش ترجمة الايك لكن يمكن زملائي اللي في المساحة اللي اعرف عنهم احلام العمري هي مديرة ادارة البرامج في الادارة العامة ومكافحة العدوى وزميلنا عادل العنزي اللي هو مسؤول عن برنامج او برامج التقييم اجمالا مكافحة العدوى يمكن انا المقدمتي هذه تاخذنا الى مسار اخر انا ودي انه يبدأ فيه يمكن اخوي عادل اللي هو وش عندنا احنا كيدا لكم كافحة العدوى يعني بجانب الايك قبل لا يمكن احلام تطرق تفاصيل الايك وخاصة الايك 20-23 الى ايش عندنا برامج كبرامج تقييم او ايش اثرها ككل يعني لو نبي نفصلها تفصيل سريعين الى الزملاء المستمعين ايش البرامج التقييم ككل عندنا في الادارة ثم يمكن زميلتنا احلام انها تتكلم عن موضوع الايك خاصة انا وانس بسفك تفضل عادل ويحفظك هو الشيء السلام عليكم الله يعطيك العاية بشكل دكتور خالد فيما يخص اللي هو الايك أو اللي هو البرامج التقييم عندنا في الادارة نحن عندنا البرامج تنقسم الى قسمين تنقسم الى برامج ممكن نسميها الى البرامج تقييم اشرافية وايضا في شيء عندنا يسمى اللي هو التقييم الذاتي تقييم البرامج الاشرافية هو يتم عن طريق مقيم معتمد ومرخص من الادارة العامة مكافحة عدل المشاة الصحية في عندنا اكثر من برنامج في برنامج اللي هو تقييم تطبيق معين مكافحة العدوة بالمشاة الصحية والمستهدف فيه اللي هو المستشفيات ألا وهو المعروف للجميع بالعايكا في عندنا أيضا تقييم تطبيق معاين مكافحة العدوى في مراكز الأسنان عندنا أيضا اللي هو تطبيق معاين مكافحة العدوى بمراكز الغسيل الكلوية اللي هو التخصصية طبعا هذه البرامج هذه كلها تعتبر برامج عندنا تقييم إشرافي تقييم يتم عن طريق اللي هو مثل ما ذكرنا مقيمين معتمدين نجي للقسم الثاني على وهو قسم اللي هو التقييم الذاتي التقييم الذاتي على أولا معروف للجميع في المعروف بالسلفة سيسمنت هو يتم عن طريق منسقين مكافحة العدوى داخل المنشآت المستهدفة يتم تدريبهم ويتم اعتمادهم من قبل برضو الإدارة العام من مكافحة العدوى منشآت الصحية والترشيح يكون من زملائنا في إدارة مكافحة العدوى بالمنطقة طبعا يتم تدريبهم على طريقة التقييم على أيضا نموذج التقييم وفي منها برامج في عندنا شيء نسميه إحنا التقييم الذاتي لنظافة أو لتطهير الأيدي في عندنا أيضا اللي هو معروف بالكلب اللي هو المكونات الأساسية لمكافحة العدوى أيضا في عندنا برامج مثل برنامج مراكز إعادة اللي هو التأهيل الشامل في عندنا برضو تقييم تطبيق معايير مكافحة العدوى بالمراكز الصحية وأيضا فيه اللي هو تقييم أو يسمى اللي هو برنامج الحماية التنفسية كل هذه البرامج اللي ذكرناها هي عبارة عن برامج تقييم ذاتي ومثل ما ذكرنا يتم عن طريق زميل لنا منسق مكافحة العدوى في المركز المستهدف ويتم تدريبا مثل ما ذكرت من قبل الزملاء واعتماده من قبلنا هذه هي البرامج أو برامج التقييم بشكل عام طبعا إذا كان نريد أن نتكلم إيش الفائدة منها أو الهدف أنه إحنا ليش البرامج هذه نطبقها أو ليش البرامج هذه قائمة عندنا في الإدارة في عندنا صراحة أكثر من هذا فيما يخص البرامج هذا طبعا هي ممكن تعطينا قياس لجاهزية المنشآت الصحية أيضا ممكن تعطينا نظرة على اللي هو نقاط الضعف اللي احنا ممكن نحسنها وأيضا تقييم وتقييم الممارسات للزملاء اللي هم الممارسين الصحيين داخل هذه المنشآت الصحية هذا يعني بشكل سريع ومجمل عن اللي هو البرامج التقييمية الإشرافية أو اللي هي ذاتية التقييم السلام عليكم جميعا وأهلا وسهلا بأصدقاء أنا من سبي مكافة العدوى صراحة جدا سعيدة اليوم بهذه المساحة بالمحاورين المميزين في هذا اليوم المميز والموضوع اللي مميز صراحة أنه هو برنامج تقييم تطبيق معايير مكافة العدوى من المشآت الصحية اللي هو اللي احنا نسميه الآيكا الصراحة بدأنا بموسيقى بدأت المساحة حق التطبيق المساحة حابت أن يقول لا أحد يستطيع أن نعزف السمفونية لوحدة فيحتاج إلى فرقة لتعزفها فجدا اليوم سعيدة بلقاءنا مع من سبي مكافة العدوى على وجه الخصوص وحضورنا المهتمين في مجال مكافة العدوى على وجه العموم يمكن دكتور خالد سأل عن إيش هو برنامج الآيكا أو بالضبط يعني كتقييم طبعا تقييم برنامج الآيكا هو تقييم تطبيق معايير مكافة العدوى في المشآت الصحية ويهدف إلى تقييم المنشآة من قبل المقيمين طبعا هؤلاء المقيمين يكونوا معتمدين ومرخصين من الإدارة العامة المكافة العدوى على المشآت الصحية يقومون بتقييم جميع المشآت الصحية سواء كانت على وجه قطاع الخاص أو القطاع الحكومي في وزارة الصحة وغير وزارة الصحة يقيمون معايير مكافة العدوى التي تكون مبنية على أسس علمية عالمية ومحلية الهدف من هذا زي ما يتفضل أخوي زميلي عادل أنه نشوف مدى استعدادية المشآت الصحية تصدي للعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية والجوائح في صفة عامة ففعلا يعني هالبرنامج تكاملي يتكون من محاور معينة لو جينا تكلمنا عنها هي دومينز معينة يمكن في المكافة العدوى في هذا المجال يمكن يعرفون عنيش الدومينز التوازن بين هذه المحاور وتطبيقها هو أساس تطبيق الفعال لبرنامج مكافة عدوى في المشآت الصحية كده يعني بالمختصر المفيد يعني ممكن أقول لكم يعني هذا هو برنامج تقييم تطبيق معينة مكافة عدوى في المشآت الصحية اللي هو الآيكا شكرا حقيقة أختي أحلام وأخوي عادل على المقدمة البسيطة للآيكا يعني لا يمكن أصلا أننا نذكر الآيكا وما نذكر الدور الفعلي اللي احنا لمسناها كمختصين مكافة عدوى الدور الآيكا كبرنامج هذا الوحده في الجائحة يعني الجائحة ما هي بعيدة مننا ولسه بطريقة أخرى إذا افترضنا أنها انتهت أننا لسه نلمس آثارها على الجميع آثارها الفعلي على المشآت الصحية وآثارها المعنوي على الناس جميعا حقيقة كان يمكن ما لمسوا كثير من الزملاء حتى اللي في القطاع الصحي الحمد لله احنا في المملكة عربية السعودية كنا يعني آثارها الفعلي يعني أن تسببت إغلاق مستشفيات أو تفشيات كبيرة أدت إلى إيقاف الخدمة خلال الجائحة ما كانت موجودة كنا على طول السنوات اللي ما قبل الجائحة حقيقة هاجز كبير بالنسبة لنا المعايير مكافة العدوى في المنشآت الصحية عشان نضمن تطبيق المعايير مكافة العدوى هذه لا بد يكون فيه برنامج يقيسها ويتابعها على مدى السنة تقريباً يمكن الزملاء ما تطرقوا لبعض التفاصيل التي تخص برنامج الآيكة يمكن تطرق اختي أحلام إلى الدومينز الدومينز هذه عبارة عن عشرين وثلاثة وعشرين لكن ما قبلها أنا ممكن أحكي لكم كانت عبارة عن مية وثلاثة وعشرين سبستاندر أو معيار فرعي تقريباً كانت المعايير الفرعية هذه كلها تقيس كل أثر المكافة العدوى في المنشآت الصحية من أبسطها إلى أعلاها ولا يوجد بسيط حقيقة في مكافة العدوى أي معيار ممكن يؤدي لنا إلى الخلل في المعيار هذا ممكن يؤدي إلى لا سمح الله نسميها طبياً أو تبريكس اللي هي التفشيات التفشيات هذه ممكن تضر الممارس الصحي نفسه ممكن تضر الزائر والأدهى والأمر أنها تضر المريض اللي هو جاء للمنشآت الصحية من أجل أنك تقدم له خدمة طبية المصيبة راح تكون على المريض اللي هو يسعى إلى الأمان ومكان الأمان هو سبب له الخلل أكبر أو مرض أكبر يمكن يؤدي إلى الوفاء والوفيات للعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية حقيقة أثرها كبير على مستوى العالم وتقاس بمليارات الدولارات تكلفتها المادية غير تكلفتها على الوفيات لا سمح الله نرجع للجائحة الحقيقة كان في البرنامج هذا واستمراريته خلال السنوات ما قبل الجائحة كان لها أثر الحمد لله إيجابي أقدر أقول يمكن لا يوجد مستشفى أغلق على الإطلاق يعني في المملكة العربية والسعودية خلال الجائحة بعكس بعض الدول والدول اللي أول يسمون نفسهم دول متطورة في القطاع الصحي نجسم أننا لسا نحتاج تحسين نحتاج تطوير ممكن التطوير هذا نعكس في 20-23 يمكن أرجع مرة ثانية على نفس التسلسل يمكن أرجع الأحلام أقولها في 20-23 إيش صار في الآيكة إيش تغير فيها الصراحة دكتور الآيكة تغيرت تغير جدري في 20-23 حتى لغتها يمكن تغيرت نوعا ما فهذا كنا أكثر شيء أنه مصررين أن العالم تغير من كلمة دومينز تعرفينيش دومينز اللي هي خمسة محاور أساسية في الأداء نفسي حق التقييم الآيكة اللي هي التول لكل محور فيها يشمل عدد من الإليمنتس أو العناصر وصب إليمنتس اللي هي عناصر فرعية هذه جميعها سواء كانت دومينز ولا إليمنتس ولا صب إليمنتس في الأخير تعطينا نظرة عامة عن برنامج مكابة عدو ككل لكن لو جيت أنا مثلا تكلمت مثلا عن أبغى أشوف مثلا دور التفشية أو دور الترصد العدوة المرتبطة بالرعاية الصحية في المشارات الصحية كيف هو هل هو فعال أو لا أروح دومين واحد دومين سي أروح له فقط هذا وأقدر أحلل البيانات من خلاله وأعرف كيف وضع المملكة وضع المنطقة وضع المنشأة على وجه الخصوص من خلال هذه التغيير أو التعديلات التي صارت في الأداة حق التقييم خلاص لنا نكون مختصين أو على وجه الخصوص نبحث عن دومين معين نشوف كيف نقاط الضعف ونقاط القوة في الأساسيات يعني لو جئنا الأساسيات مكافة عدوة ومحاورها ما يخلو عن المحور الإداري ما يخلو عن التفشيات والترصد العدوة ما يخلو عن برنامج مكافة العدوة فهذه كلها المحاور لو جمعناها ولو جئنا كل واحد على وجه الخصوص نريد أن نحلو على منفصل عن بقية المحاور سيكون علينا أسهل فكذا يعني إحنا غيرنا تغيير جذري في الأداة بحيث أنها يتغطي العناصر الأساسية أو الركائز الأساسية أو الدومينز الأساسية لتطبيق برنامج فعال لمكافة عدوة وهذه على حسب الدراسات والأبحاث أثبتت أن هذه المحاور الأساسية التي لا بد أن كل برنامج مكافة عدوة في المشآة الصحية يطبق هذه المحاول أعطيك آف يا أحلام يعني يمكن كلمة أودت أو تقييم لا تخلو أنه يكون في طرف آخر مكمل لها يمكن اللي ذكرته أحلام في البداية اللي هم السينفونية اللي يعزفها الجميع حقيقة السينفونية هذه يشارك فيها عدد كبير جدا من المقيمين المقيمين ذولهم هم الأداء الفعلية للتقييم وهم اللي تعكسون واقع هذه التقييم والبرنامج ككل يمكن عادل أقرب مني لبعض التفاصيل التي خص المقيمين بس قبلها أبسل عادل يعني النوم يا أخي أنتم الآن مقيمين وتسوون يعني استبز أو خطوات كثيرة ما قبل التقييم عشان نوصل للمقيمين ما تحسوا أنك أو أنتم بالإدارة العامة ومكافحة عدد وغثيت المقيمين عشان يصيروا مقيمين يعني إيش الإجراءات اللي تساوونها وليه كل هذا تساوونها عشان المقيم يصير مقيم أول شيء يا دكتور صحيح يمكن نحاول مثل ما ذكرت أنه يمكن ممكن ثقلنا شوي على زملائنا لكن هدفنا نبير في القصة هذه نحن في البداية مثل ما ذكرت دكتور نحاول أن نصل في الجودة التقييم أو أو تبع التقييم مع الزملائنا المقيمين لأقصى درجة ممكن يعني نطمح لا ف نحن عندنا خطوات صحيحة للتقييم في عندنا برامج تدريبية لزملائنا المقيمين وممكن نطقلنا عليهم في الموضوع هذا في عندنا اختيار المقيمين في عندنا برضو تقييم أيضا لزملائنا اللي هو المقيمين لكن الهدف مثل ما ذكرت في البداية دكتور أنه الهدف هو تقييم المنشآت من أجل خدمة المريض المريض اللي يجي اللي ممكن يكون أخوي أو أبوي أخو أي أحد من الزملة أو أبوي أحد من الزملة ف لازم يصير المخرج أو المقيم ذو كفاة عالية فعشان كده احنا ممكن مثل ما ذكرت نضغل عليهم ولكن بنية طيبة مثل ما ذكرنا في عندنا معين احنا لما نختار المقيمين لابد من المقيم يصير ذو كفاة عالية لازم يصير عنده المعلومات فيما يخص مكافأة العاد ولازم يصير عنده معلومات لانه في الاساس راح يمثلنا راح يمثل الإدارة العامة ومشارات الصحية ويجوز لا يتجزأ من وزارة الصحة من باب هذا احنا لابد ان نطور المقيم لابد من ان نوجد له برامج تدريبية الكريتيريا للاختيار المقيمين لازم يصير فيه عندنا كريتيريا نختار المقيمين نجهز المقيمين الاختبار ونعدهم لدخول الاختبار فلما بعد ما يعدون لهم الاختبار بإذن الله يصير فيه برامج تدريبية وايضا من أجل اعتماد المقيمين بشكل نهائي كل سلسلة هذه دكتور احنا اذا انا فهمت سؤالك بالشكل الصحيح نطمح انه جودة المقيم يصير على مستوى نطمح له فعلا يمكن استكمالا نقطة عادل انا كشخص اصنف المقيمين الايكا او هم الاوديتر للايكا اعتبرهم هم بيونيرز او هم رواد مكافحة العدوى على مستوى المملكة ككل حقيقة اضمن من يتقن التقييم او من يجيد آلية التقييم ومتابعتها واحكامها هو راح يكون يعني نسميه باي ديفولت يعني بطريقة واخرى هو هو رائد من رواد مكافحة العدوى ما وصل للمستوى هذا انه يقدر يقيم اكبر المنشآت حقيقة واعرقها على مستوى المملكة بجودة عالية الا يكون انه وصل المرحلة عالية من المعرفة والنضج في مكافحة العدوى اللي انعكست على انه اصبح يقدر يقيم اكبر المنشآت الصحية وباحترافية عالية يمكن عشان ما نجامل نفسنا ودائما نظهر بصورة المثالية نعم في خلل اتفق في خلل في ضعف في بعض النقاط احنا نعترف فيها واحنا في سعي مستمر للتحسين لان الكمال انا اعتقد انه لا يوجد فلذلك احنا مستمرين بعملية التحسين واقدر اقول من 2017 الى 2023 قطعنا يعني الاف الاميال ما هي ميل واحد في سبيل التحسين متى ننتهي انا اقول لكم اياها اقولها للزملاء يمكن في الادارة والزملاء في المديريات وحتى في المنشآت الصحية لن ننتهي ان النهاية مي موجودة بقاموس الادارة العامة لمكافحة العدوى نسعى دائما الى الاستمرار في التحسين والوصول الى مستويات عليا طموحنا حقيقة مو فقط في الآيكة في جميع برامجنا اننا نبقى رواد على مستوى ليس الشرق الوسط ولكن في العالم في مكافحة العدوى الجهود اللي بذلتها المملكة في مكافحة العدوى تدرس حقيقة ولن نرضى ان الجهود هذه والاموال اللي صرفت في استثمار في جودة الخماس الصحية توقفنا الا ان نوصل بإذن الله الى مستوى عالي في الريادة يمكن انا اتمنى من الكنترول اذا في اي مداخلات يعني يتفضلون الزملاء ولكن على ما نسمع صوات يمكن الزملاء لآخرين فعليا يعني انا يمكن وصلت او وضحت اننا نبغى نوصل للريادة لكن يمكن السؤال هذا يمكن لاحلامك انا مديرة ادارة البرامج وهي المشرفة المباشرة على برنامج الآيكا فعليا احلام يعني وين نبغى نوصل يعني لو نبغى نقول عشرين ثلاثة وعشرين لو كان عندك هدف واحد تبغى نتحقيينه في الآيكا واش هو وما بعدها وين نبغى نوصل في الآيكا كآيكا نفسها طيب دكتور انت قلت كل مرة احبيتها اقول تحسين دائما احنا نقول نسمع مثلا استفسرات الناس من ليش نختبر آيكا مثلا المقيمي ليش ما نعتبرهم بس نعطيهم برخصة بدون اختبار ليش انا ما اخذ سكور مثلا 97-98-900 وانت قلت التحسين التحسين لو تكلمنا عنه التحسين مستمر فعلا افضل من الكمال المؤجل فيعني فعلا لو فكرنا بس في التحسين وانه احنا في عندنا زيارات مستمر عندنا خططة صحية نسوي على هذا التحسين جدا يفرق عندنا في مجال مكافة العدوى وتقليل احنا هدفنا مون بس في مرضانة ترى احنا هدفنا كانوا موارسين صحيين احنا اصلا بدون حماية من العدوى للموارسين صحيين سير كلابس او ننهار كنظام صحي فمن جد يعني مهم جدا فكرا يتغير انه الايكا او تقييم تطبيق معايير مكافة العدوى في المشآت هو لعمل التحسين 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 انه دائما المكافة العدوى الاسف مو الاسف يعني هذا الشيء من جد يعني يختلف او له اختلاف او ميزة عن باقي البرامج انه يعتمد على السلوكيات سواء السلوكيات الموارسين الصحيين يعتمد على التغييرات اللي تصير تطرأ في العالم او المستوى المحلي من امراض معدية تطرأ فجأة فهذه كل الاشياء تحط برشهر على المنسوبين مكافة العدوى او ضغط عليهم دائم لكن هذا هو الاساس اللي احنا نهدف له من خلال هذه البرامج انه احنا نتأكد من التطبيق الفعال دكتورو تسأني انا ايش اطمح له الصراحة في برنامج الايكا كفاءة مقيمين كفاءة مقيمين كفاءة مقيمين انا ودي الصراحة نصل انه يكون عندنا نتاج الجهد مشترك احنا والمقيمين بحيث انه نكون لغتنا لغة وحدة هي لغة مقافة العدوى ما نختلف يعني ممكن دائما نسمع انه في مقيم اختلف تقييمه آلية تقييمه عن مقيم آخر لا انا ودي يكون لغتنا كلها لغة مقافة العدوى مبنية على اسس علمية على الدلة الارشادية وتكون هذي دورنا كمقيمين من ناحية كفاءة نكون دعم او نحط سكور احنا هدفنا دائما الدعم من خلال هذا البرنامج التقييم انا ودي صراحة وحلمي انه من كفاءة المقيمين تتحسن من ناحية ايه من ناحية انه احنا نصل لمشهة الصحية نبيل لهم ان احنا وصلنا لكم ونسمع لكم وجاينا ندعمكم وجاينا نعلمكم ونتعلم منكم وتكون الخبرات متبادلة يعني فعلا صراحة المفتاح في برنامج الآيكل المختلفة عن جميع البرامج انه احنا نعرف جميع منسوبة مكافة عدو على جميع المستويات سواء كان على مديرية على تجمع على قسم في المشهة الصحية ونعرف اسماءهم نعرف مؤهلاتهم نعرف امكانياتهم مهاراتهم يعني فعلا هذا المزيج من التبادل في الخبرات والمهارات بين المقيمين عشان كده كفاءتهم جدا مهمة كمقيمين يصير فيه هذا التبادل من خبرات ومهارات عشان تحسين معايير مكافة عدو المشهات الصحية يطيك رافي احلام امتداد للهاجس الاكبر هو كفاءة المقيمين انا اجزء من برنامج الايكا او تقييم معايير مكافة العدو هو فائدة متبادلة حقيقة بين المنشأ والمقيم يعني مو فقط المقيم يفيد المنشأ بإعطاء الملاحظات والسعي لتحسين المنشأ هذه كمسؤولية مشتركة لان اي عدو تكون باي مستشفى هي انعكاس على المستشفيات الاخرى بطريقة اخرى سواء بنقل عدو عن طريق مريض او لاي سبب كانت او تأثير الخدمة في المنشأة هذه راح يتأثر على الخدمة في المنشأة المجاورة ولو كانت في مدينة اخرى موضوع انعكاس الفائدة هذه منشأة الصحية هذه تشترى حقيقة بالذات السنة هذه منبهر بالاداء لزملائنا في القطاع الخاص وسعيهم للمشاركة في البرنامج هذه نشكرهم عليها حقيقة وهم اصبحوا قدوتنا في وزارة الصحة بالإيثار وتقديم الخير الجماعي للجميع ابدا ما قال انا منشأة خاصة او ايش انعكاس الموضوع هذا علي انا كمنشأة خاصة هو انعكاس على الخدمة الصحية اعتقد كل منسوب مكافحة عدوة سواء كان في مستشفى طرفي او مستشفى داخل تجمع او في تجمع او في المديرية او حتى في الوزارة اعتقد زي ما المستشفى نفترض انها تكون ممتنة للزيارة هذه ايضا المقيم المشارك في التقييم اعتقد لا بد انه يكون ممتن للمشاركة في البرنامج هذا ويكون له دور حقيقة على مستوى حماية المرضى حماية العاملين الزملاء في المشاركة الصحية من اعترى العزو وخطورتها حقيقة انا ما اني احاول انظر قد ما اني المس الواقع اللي شفته بعيني على مدى سنوات وسنوات نزلناها في المستشفيات في تفشيات كبيرة حدثت سواء متنازمة الشرق الوسوط التنفسية او كوفيد يعني بدون مبالغة يعني عايشنا عشرات ما بيقول مئات التفشيات سواء في المستشفيات نفسها او احنا في الوزارة ونراقبها ونرصدها ونتابعها بشكل شبه يومي فلذلك نرجع لنقطة انه الفائدة هي انعكاس على الطرفين المقيم مشكورا المشارك معانا في البرنامج نعتبره وسام وتاج على رأسنا جميعا ولكن هو ايضا اعتقد لا بد انه يكون ممتن للمشاركة بالتقييم والمشاركة اللي اعتبرها هي واجب على الجميع من سوء مكافحة العدوى وايضا لها فائدة كبيرة عليه هو من ناحية معرفة وفي مكافحة العدوى ومعاييرها والتجارب الاخرى اللي يشوفها في المستشفيات حقيقة السنة هذه يمكن ما سألتنا عادل كم عدد المقيمين المعتمدين في عشرين ثلاثة وعشرين اللي الآن بدأنا فيهم صفحة جديدة عادل ميوت يمكن ما اسمعك صحيح دكتور وصلنا والله الحمد الآن إلى 312 مقيم طبعا مثل ما ذكرت سابقا اللي هو زملائنا في القطاع الخاص أو زملائنا في القطاع الحكومي غير التابع الوزارة الصحة معنا مشاركين من جميع القطاعات اللي ذكرنا سواء كانت من الوزارة الصحة أو أيضا من القطاع الخاص العدد 312 الله الحمد أي واضح أعطيك العافية نحن معنا أخونا حسام أعتقد إذا يتفضل إذا عنده مداخلة أو إضافة الله أعطيك العافية أعتقد أنه تفضل حسان حسان أو حسان حسان تفضل حسان حسان أعتقد ما ما نسمعه يوسف كونيكتينغ لسه ما شبك معنا يوسف لا لا شبك يا دكتور تفضل يوسف عياك الله الله معكم يوسف العجم منطقة نجران أولا الله أعطيكم العافية مشكورين دكتور خالد أنت فريق في وزارك الصحة صراحة صدق فريق نشط نحن معكم في جروب الواتساب نكون معكم هنا بعد وأنت صراحة طاقة إيجابية بالأمانة الشيء الثاني أنا شغال في مجمع إرادة والصحة النفسية تعرفون مجمعات إرادة والصحة النفسية الآيكة بالأمانة أكثر أكثر المعايير عندنا نتقبل ونحن نتعامل على الباسيك نتعامل في الباسيك ما عندنا البندلز في الجينيرال الهوزبتل ونحن نشتغل على الباسيك فحنا والله العظيم من الأشياء اللي أنتم قاعدين ترسلونها صواء في الموقع في الواتساب في تويتر هننا قاعدين نتعلم ونستفيد هننا ما عندنا تجارب بالأمانة هننا اللي يشتغل في مجمع إرادة ما عندنا التجارب ما هننا قاعدين نمارس الأشياء هذه على أرض الواقع هننا نشتغل على الباسيك فسؤالي سؤالي للدكتور خالد والأخت أحلام وأخي عادل هننا دائما المقيمين يأخذون عندنا ملاحظة مستمرة مستمرة هذه الملاحظة ملاحظة غرف العزل غرف العزل هننا نضطحنا بين أمرين بالأمانة في غرف العزل سباهي سباهي في غرف العزل يقول غرفة غرفة في الطواري وغرفة في الأقسام كافية نجي نجي للمعيار في مكافحة العدوى لا يقول مع كل 25 لازم يكون في غرفة غرفة عزل هننا ماشيين بالأمانة عندنا غرفة عزل في الطواري وغرفة عزل تابعة للأقسام هل المشكلة هل يكون في حل بين سباهي وبين مكافحة العدوى في موضوع هذا والله يطيكم العافية ووفيكم يطيك العافية يوسف مرة شكرا لك على كلامك الطيب والإيجابي بس نتعلمني مين اللي جاي يقيم كان 25 غرفة الكل عشان نتلهم يمكن الإيجابة عند أحلام هي اللي تفيدنا في الموضوع لأنها قرقت في التفاصيل كل المقيدين كل بالأمان بسيط إن شاء الله بس أمزح طبعا أكيد في ميس أندرس نهني سوء سوء فهم في الموضوع تفضلي أحلام يمكن أنت اللي أفضل من إيجاب للسؤال هذا الله يتكمل عافية جميع أستاذ يوسف بعد دراسة مطولة جدا لمدة ستة شهور لتحديث معايير مكافة العدوات خاصة بأداة الآيكا عشرين ثلاثة وعشرين غيرنا هذا المعيار لأنه بحثنا بجميع مصادر العلمية العالمية وطبعا ما نغفل عن زملاء نفسي باهي ومعاييرهم الوطنية فطلعنا بمعيار أو عنصر فرعي من عناصر أو المحاور اللي هي الدومين حقية الآيكا إنه يعتمد على تقييم المخاطر الخاصة لمشأة صحية يعني ما عاد فيه رقم محدد كأبسلوت نمبر كم رقم أحتاج غرف عزل للتنويم كم أحتاج لا ما فيه رقم محدد حين قلنا على حسب تقييم المخاطر لمشأة صحية وعلى حسب طبعا تقييم المخاطر هذا لازم يوضح عناصر محددة أو يكون مبني على عناصر محددة مثل مجال الخدمة زي أنت قلت إرادة صحة نفسية ما رح يكون فيه أمراض معدية كثير يعني البيت كبستي أو العاد الأسرة في المشأة عدد الأمراض المعدية في خلال الثلاث سنوات الماضية هذه ممكن تستخدم كعناصر لبناء تقييم المخاطر الخاص بالمنشأة أو على أساسه يتم تحديد عدد الغرف العزل اللي يتم احتياجها من قبل المشأة نفسها بس إحنا مرة أبدا ما حطينا في معاييرنا عدد محدد من غرف العزل وطبعا ما خفلنا عن زملاء نفسي باكتبنا أنه كمان ممكن يكون على حسب تقييم المخاطر أو على حسب المعايير الوطنية المعتمدة اللي هي زي السباهي وغيرها ولكن أحنا يمكن إضافة لمداخلتك أيضا هل كانت اختيارية أو إجبارية على الرادة الصحة النفسية يعني التقييم يعني والله أنا ما أعرف الإجابة يمكن الإجابة عندك أو عند عادل وهل في عندنا مشروع قادم قريب للخاص للتقييم معايير مكافحة العدوى خاصة بمجمعات إرادة أو غير إرادة خلنا نقول إي إرادة أعتقد ما أدري إذا عندنا مستشفية تخصصية غير إرادة تطمحون لها ما أدري إذا عادل يفيدنا وضيفين لو أنت يتفضل عادل صحيحة دكتور هي كانت مطلوبة مثل ما ذكر زميلا في السابق وأيضا مثل ما أنتم عارفين اللي هو الجائحة والنمور هذا من الممكن أنه سببت شوية أنه إجبال الموضوع وأنه زملانا كانوا يشددون على النقطة هذه ولكن أضافت طبعا الكلام هذا كان في السنوات السابقة بعد تحديث اللي هو الجديد اللي هي ذكرته زميلتنا أحلام أنه تغير مثل ما هي فصلت وشرحت فيه طبعا فيه مثل ما ذكرنا التأهيل الشامل اللي احنا اشتغلنا على طول مخصصة وخاصة للمراكز اللي هو التأهيل وفيه بإذن الله مستقبل نحن نشتغل عليهم وغوزهم لأنه في مجمعات اللي هو الأيرادة الآن هي مثل ما ذكرت اللي هو الأستاذة أحلام مع بناء على أو اليقياس المخاطر داخل اللي ممكن بس أضيف كمان على زميلي عادل عن نقطة دكتور احنا لا تحرق كروتنا كامل بمشاريعنا القادمة بس احنا عندنا صراحة مشاريع أساسيا السنة هذه ان شاء الله 20-23 وان شاء الله يربي يوفقنا ان شاء الله وانتمم على فضل حال عندنا مراكز التأهيل نفكر نسوي لها من اشياء خاصة فيها كادلة ارشادية وانوات تفكرون انتم ولا لا حقنا اذا الموضوع التفكير اصال لنا سنين نفكر يعني اخطى موجودة ترى دكتور خالد ما يؤمن بالتفكير لازم يكون شي يكون كتبينه في الخطة السنوية ويراجع معنا كورترلي فيه ارادة من ضمنها ارادة اللي هي للصحة النفسية وكمان مراكز جراحة القلب هذه هي ثلاث مشاريع اللي احنا قديم يعني حاليا نشتغل عليها في 20-23 وفريق عندنا كامل على تم الاستعداد ان شاء الله نطلع بحاجة ان شاء الله تفيد المشاة الصحية يعطيك ملافية ما دي يمكن حسان معنا تخبر حسان اه مصال خوف اياك الله مصال خوف للجميل اياك الله مازال خير دكتور خالد دكتور احلان دكتور عادل وانا دكتور حسان ايوب من لبنان وانا بمستشفيات لبنان يعني سعيدني يكون تسمى عليكم اذا بتسمحوا لي يعني هاي كم سؤال نطلحوا اذا ما فيها محب ننضم لكم بكتير اكيد اكيد الله يسعيد تفضل اكيد الله يحفظ على انا صراحة يعني بعض يعني اخذ الاخبار من عندكم من خلال المجموعات الموجودة عم يصلي برنامج بتابع عن برنامج الايكا عندكم كتير برنامج مميز وفيه اوسس حلوة جدا ومهمة جدا جدا وكتير مميز يعني فيه كم مثلا ملاحظة مهمة ممكن الواحد يتراح كتير اول مثلا موضوع حيث انه دايما مثلا الاوديتور فيه شي مثلا دايما 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 يعني يعني من الممكن من المستحيل يمكن القول انه نحن ما ندخل العنصر السبجكتيب انه على الموضوع الاسباليوائشن ما خينا بيع صعب جدا يعني هذا تحدي يعني يعتبر انه انتش بنحا فينا نأيم موضوع السبجكتيب لكل شخص عمي الاوديتور اكيد من خلال الخبرة والتجربة العريفة لكل اوديتور اكيد من المستقبل بيصير عنده بيصير دايما يمارس الابجكتيف اكتر ما يكون عنده سبجكتيب من الموضوع انه شغلي شخصية ونظرة معينة او معجب التأس او مثلا تفصيل معين هاي اول ملاحظة عندي سؤال مهم تسمح سؤالك مرة مهم حقيقة ويهم من ان الجميع يسمع الاجابة خليك معنا خلنسمع الاجابة من احلام ثم نرجع للسؤال اللي بعده حقيقة مرة يعني سؤالك حقيقة ممتع جدا واعتقد ذو شجون يعني احلام كيف نقدر نقلل خلننقول الحياز البشري في التقييم هذا كيف نقدر نقلل المقيمين كلهم ينظرون بعين وحدة هي عين احلام ايش سويتوا عشان توصلوا لمستوى هذا اولا صراحة مرة سعيدين نظم ونطمح ان شاء الله في المستقبل يكون كده لغة تكون في مجتمع او خاص في الدول العربية كلها جدا سؤالك او طرحك او ملاحظتك جدا مهمة انك تكلمت عن subjectivity من مقيم لمقيم لكن احنا عندنا نسوي monitoring للتقارير التي توصلنا من المقيمين بحيث نحن نعرف مثلا المقيم اول حاجة ما ينزل المشأة الصحية لحاله لازم يكون اقل شي مقيمين ينزلون للمشأة الصحية في بروتوكول معين لازم يتمشون لازم يمشون على الدليل الارشادي الخاص بالتقييم بحدافيره يعني ما ينفع مثلا يقول personal experience او personal viewpoint لازم يمشي على الدليل بحدافيره بحيث نحن نعرف انه قيم بطريقة صحيحة لا وكمان حطين part خاص بالcomment او الملاحظة جمع كل تقييم يعني ما ينفع يقول له مثلا partially met or not met وهو ما حط الcomment بالضبط كم عدد بشكل دقيق احنا بعد مراجعتنا لتقريب بعد ميسي الى submission نشوف الvariation مثلا تكون مثلا نشوف التقييم كان جدا مثلا score مثلا وكان above من average rate الهو national level مثلا او المشأة الصحية احنا نقيم كل ستة شهور المشأة الصحية يعني نعرف المشأة الصحية مثلا هذي فجأة من 50% في الزيارة الاولى اخذت مثلا 100% في الزيارة الثانية وهذه واضح نحن فيها subjectivity هذه اول نقطة احنا بعدها على طول نشوف الvariation اذا كان اكثر من 10% على طول اصلا اساسا نقيم تقييم بشكل مركزي من الادارة العامة من قبل ان احنا في وزارة الصحة ننزل المشأة الصحية نقيمها بنفسنا ونشوف كميف الفرق بين زيارتنا احنا كمقيمين وبين مقيمين اللي راحوا ثاني شي احنا نتابع نفس المقيمين اللي سووا تقييم في زيارة وزيارتين وثلاثة في موشآت مختلفة بحيث نشوف هل هو عنده خلل في التقييم او لا وكمان الشي ثالث نستلم survey او feedback من الموشأة الصحية تقييمهم من المقيم اللي زارهم من هذه ثلاثة اشياء او الـ measures او approaches هذه ثلاثة احنا نقدر نعرف كيف هو تقييمه وكيف نظرتنا التقييم وكيف على اساس احنا لنلغي التقرير ونعيد الزيارة او انه نطلب من هذا المقيم انه خلاص ما ينفع يكون مقيم اني مور وناخد منه الرقصة لكن الـ subjective هي موجودة بس امفروض ما تزيد بنسبة تكون جدا عالية اكثر من 10% مثلا لكن هي طبعا ما تمنع تمنع الـ subjective هي لا مستحيل في الاخير هذا شيء قد ما نقدر نقول انه ممكن يكون شيء بسيط لكن انه كلما يكون عالي الـ rate لا طبعا احنا لنا interventions زي ما ذكرت لك ايها اضافة فقط تسمح على النقطة هذه يمكن اذا كنت على الطلاع تام للـ i كبرنامج موجود في المملكة هو عبارة عن ما هو فقط نرسل معايير فقط مثلا 200 معيار خالول نقول او elements او sub elements ابدا ما هي كذا هي يوجد دليل كامل تقريبا يوازي 400 الى 500 صفحة فيه شرح تام وواضح لجميع معيار يهمنا جدا تطبيق الدليل هذا بتفصيله الى كل مقيم كيف نقيس تطبيق المقيم قبل لا يصير مقيم لا بد يدخل في ما احب اسميه exam ولكن خلنا نقول اسميه للمقيم نفسه كيف انه يقدر passing او يتجاوز التست هذا او الاختبار هذا او الشلنج هذا انه يكون ثم ما راح نوقف عند النقطة هذه فقط في عملية مراجعة لذكرتها احلام بالاضافة الى عملية التقوية وتعزيز مهارات المقيمين عن طريق ووركشوب عن طريق زيارات بطريقة اخرى عن طريق السترال الالية هذه كلها تعزز وتقلل الخطأ خلنا نسميها اللي يتفاوت ما بين شخص وشخص ولكن يهمنا جدا انها عملية التحسين مستمرة ونسعى اجزم لك انها كانت سابقا او خلنا نقول الان هي افضل مما كانت قبل سنة وقبل سنة كانت افضل ونسعى باذن الله ان السنة القادمة تكون افضل لا من ناحية جودة تقييم او مقيمين اسعدني جدا سؤالك فلذلك راح نستمتع في السؤال الثاني اكيد تفضل الله احفظك بس الملاحظة يعني ليس هنا لك ادنى شك وحضراتكم انه صراحة في النية والتصميم الجدي وفي تفاصيل معينة حتى توصل الاهداف الراقية ان شاء الله بس ديما يعني يبادر يبادر الى ذهن المستمع خاصة بالأوديل بس تعمل يعني البراملتر اللي لقلهم يعني اكتريتهم بيكونوا فيهم شي نوع من الـ الـ يعني الدكتور مش انه 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 هذا من الصعوبة بمكان يعني ليس اقول انه العمل غير ناجح بالعكس انه عمام التوصيف يعني مثلا direct observation staff interview documentation observation مهمين جدا اكيد في objective بالموضوع دايما يعني حبز بس بالنسبة للسؤال الاول اللي يكون فيه مثلا دراسة معينة مثلا study the parameter of مثلا objectivity subjectivity بين auditions مثلا بالنسبة ل موضوع الهند hygiene لانه هذا يختص فيه كمان هذا مهم جدا يعني يعني في بعض الparameter بالauditions يعني بيكون subjectivity فيهم نسبة عالية جدا فيها يعني فينا انه نحن نميز قدش البرسانتج طبعا subjectivity نحن نكون نحن هون كمان نتأثر على دراستنا ما تفضلت الدكتورتنا انه مثلا اذا فيه فرق بال التقي مثلا كان 50% زياد 20-30% نحن اكيد بنسير عنه منتبه للموضوع يعني اكيد مثلا فينا نعتبر بعض الparameter المنزلين بال items مثلا اذا كان فيهم نسبة عالية من subjectivity هو ممكن نحتم فيهم عندي السؤال الثاني مش هتغول علي كتير موضوع يعني صراحة لتفضل الدكتور خالد موضوع انه هذا البرنامج او عفا يمكن الدكتور عادل كان موضوع البرنامج الايكا يمكن يكون نمزج يحتزى على صعيد المنطقة بشكل عام يعني حتى الدول العربية والاسلامية بشكل كام بس انه التفصيل الذي هون فيه سؤال مهم جدا جدا دايما يشغل بيننا انه نحن في ظل الازمات الاقتصادية الموجودة في المنطقة عندنا والسياسات الصحية لكل بلد وعلى وجه الخصوص يعني ممكن خاصة برامج الايكا يحتاج الى دعم اقتصادي للاي منشأة صحية فهل هل هل مثلا فيه محل معين نحن في نجيري مثلا في بعض مثلا ظروف الاقتصادية المعين للابعض المؤسسات يكون عنا شي برنانج او 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 شي معين لحتى نحن نكون نجار الموضوع يعني نحن ما فينا نقول مثلا اقل من 50% ومؤسس ما نقدر تعمل شي مثلا اضافي يعني هون مثلا يطرح سؤال معين اللي حتى نكون هو نموذج يعني بدي يكون عنده محايا المحل معين لكل يعني مثلا المناطق مثلا بعض المحافظات وبعدك هنفضل دكتور هلأ نلعق على مساعد البورنامج ويطبق على المؤسسات الخاصة والحكومية بشكل كامل يعني فخلينا اعطي مثال بس صغير يعني في الموضوع مثلا دكتور احلام كمان ساعدنا مثلا انا بعمل على ICU مثلا معينة ICU مثلا جنرال ICU بيطلع عندك بيشن مثلا موجودين مثلا في ICU بساعة 15 مريض مثلا لدينا اربع مردة مثلا كانوا بدون نطلع بوزيتب وبدون contact isolation وهاي الICU صراحة يعني منا كستاندرد يعني بيكون الغرف مخصول عن بعضها فهذا ICU مثل صالح مفتوحة ما عندهم بيفسدوا بين الدخوت يعني مثلا المصغر نحن هون مثلا بتقييم نا يعني نحن نعمل فايل لكل ICU ولا مثلا هون احد الشروط يكون عندهم isolation تبين مريض مضطر يكون موجود هون هدا كيف بيأثر عبر من نمجل ال audition بهذا التفصيل هون ما نحن عم نحكي وخطير جدا يبين شغل عدوى بكل المؤسسسات يعني انهم أنا بيسأل هدا السؤال بيطرح ان المشاكل الاقتصادية اين هي ومسلا من نافذة الايكا من رؤية الايكا برون مشكل بمحلات معينة ممكن نكون عامل اقتصادي الو اللحظ معين في حال سوف تخفيف البجر للمؤسس الصحية هون فيه هدا السؤال ممكن ينتظر نفسي يمكن إذا قطيتونا ما زل كمع من نائس يطيك لك دكتور نالغالي مدري اذا احلام حاب جيبين على السؤال او ممكن ابدان اللي رايحك لا عادي دكتور اول شي مرة مرة شكرا مليون ولازم نتواصل في تويتر كمان البرامتر ان شاء الله حبيت فكرة انه صح فعلا البرامتر جدا مهم وشان كده نقلت لك في شي اسمه سيكا او سنترل ايكا او عشان نعالج هذه انه نقوم بباش دراسة اكيد جدا مهمة بخصوص سؤالك عندنا دومين في الايكا اللي هو الناشنل بلان بس هذي مو عشان اقتصاد هذي ممكن عشان اكثر عشان الامر امرج ديزيز الكرايس السير في الناشنل لكن الوجه الاخر في عندنا دومين اساسي في الايكا اسمه هذا رقم واحد من السلسل يعني معناته انه من خلال هذا الدومين اذا قيمنا المنشأ الصحية من خلال السكور حقها المنشأ الصحية رح تلقى الدعم التام على مستوى المنطقة لانه هذا الدومين ما يطبق الا عن طريقة الدعم من الهير اوثوريتي هذا رقم واحد رقم اثنين احنا كمؤشراتنا نشاركها في الايكا نشاركها نشارك الادارات العمومة الخارجية في المملكة يعني مثلا في عندنا برنامج موازن يعني المسؤول عن المؤشرات الخاصة في المملكة كامل حطين مؤشر الايكا اللي هو يعتبر النصيب الاساسي من تقييم التزام بمعايير التي تعدوا على المسؤول المملكة حطينه تحت الادمينستراتف كمان نفس الشيء ليه لانه من خلال هذا سكور احنا نحط الارت انه هذه المنشأات تحتاج لها دعم على جميع الاصعدة سواء عن الريسورس سواء هومن جميع الريسورس والسابور سيوجه عشان كده احنا نقول لما سكور ليس يعلكم بحان سكور هذا الارم للهير اوثوريتي انه نحن وينيد سبورت والف شكر دكتور حسن واتمنى ان شاء الله يكون بينا كل المستقبل يعطيك الهاتفة احلام فقط اضافة على النقطة وكمان اخويا عادل اي لحظة تحسن في اضافة يهم من فعلا الاسئلة فتحت لنا ابواب يمكن نرجع خطوة للوراء ايش الهدف اصلا من الارم هل الهدف هو سكور طبعا لا ابدا ولا عمرك كان السكور هذا هو الهدف هو الارم كان بكل بساطة هو شخص جاء للمنشأ هذا واهدى لها عيوبها اللي ممكن تحسنها طبعا في كذا مستوى من مستويات التحسين في مستوى على في في تحسين على مستوى نفس المنشأة سواء كان مستوى مكافة العدوى من التدريب للمنشأة نفسها او قيادة المنشأة الصحية انها بدعمها من ناحية موارد محددة سواء تقدر عليها المنشأة يعني هذا يخدم على حسب مستوى التحسين المطلوب لا فيه على مستوى اعلى نسميها في المملكة الربية السعودية مديريات او تجمعات صحية هي المسؤولة من ناحية توفير الميزانيات الداعم للمنشأة الصحية من اجل تحسين السكور هذا اللي ينعكس على المنشأة نفسها فيه حاجة نسميها تحديات لا يمكن لا للمنشأة على مستوى المنشأة ولا على مستوى المديرية والتجمع حلها هذا يتصعد لأعلى مستوى الى رأس الهرم الى الوزير نفسه هو يكون مسؤول على تحسينها وطبعا يكون واقعيين في بعض المعايير محتاجة نسميها في المعايير نفسها اشياء معنى خطيرة جدا ولها تعريف محدد هذه هذه اذا كانت فعلا تصعد للوزير وياخذ فيها قرار قرار انها تحسين سواء اي كان تكلفتها ولا لا الحمد يعني الدولة موفرة جميع الموارد من اجل الحماية هذه وطبعا احنا لو نتكلم عن العدوة المرتبطة بالرعاية الصحية هي احد مضاعفات الرعاية الطبية اي كانت لا بد ما بيقول لا بد انها تصير ولكن كل التحديات المالية هذه توفر على مستويات مختلفة في البلد سواء على المستوى المستشفى على المستوى الاعلى من المستشفى اللي هو المنطقة او تصل الى اعلى هرم القطاع الصحي في الوزارة وقيس هذا على المنشاة الاخرى هي كلها تحت مضلة قوانين البلد مو مسموح يصير فيه خلل باحد المعايير ممكن يضر المريض اللي هو جاي يسعى الى تقديم رعاية يحصل على الرعاية الصحية حتى لو كان مستشفى خاص يحاسب المستشفى خاص ويعاقب اليني صحح المعيار هذا اللي على حسب خطورتي كان معيار خطير جدا او متوسط او اقل وحقيقة انا اجزم اقول لا يوجد اقل في مكافحة العدوى يعطيك العافية وانا هذه دعوة مني شخصيا من الادارة عامة مكافحة عدوى حقيقة انك فقط ترسل لنا ايمايلك وبأي وسيلة التواصل ممكنة وندعوك ان شاء الله الى اجتماع راح نعطيك جميع التوز الموجودة عندنا او الادوات المستخدمة عندنا في الادارة مكافحة عدوى راح نبدأ فيها في برنامج الايكا في جميع الاشياء ممكن تتضح عندك اكثر الصورة وكيف نقدر حتى ندعم كمهناك سواء في منشاتك الصحية او على مستوى احببت البرنامج لليكم كان ملاحظة احنا ممكن نعمل شيرينج مثلا انتو حضرتكم مثلا بين المؤسسات الصحية الشيرينج بين المؤسسات صحية ومؤسسات صحية بحيث انه اكيد معين مثل محظة ممكن عندهم مثلا بل التواصل فيتعام بين المؤسسات الصحية كتير تريت وعندنا چون وير حلان احنا في وقت نحن نعتبر ايضا تراف الصلاحين emp مثلا كتير مهم هذا التفصيل خاصة ان احنا نخطع بالمستوى بالمستوى للفاكشن پروفنشن كونتورل باية مؤسسة يبيع من الموظفين بيروحوا بيشوفوا في محل تاني مثلا بقسم وفي ملاحظة كمان متل ما اتفضلت ان دكرة احلام انه موضوعا نحنا بسرعة المؤشرات الممكن نخلها ممكن تساعدنا كتير احنا لنقرأ مثلا عننا شيء شو عم يصير عنا بالعلى المستوى للمجتمع ككل اكيد هي البرنامج هو نافذة وهي المؤسسة الصحية النافذة للمجتمع انه ممكن نكون احنا عمنا قراءة عن المجتمع مدى نصرت نصر احنا متل ما بتعرفوا حضراتكم انه هلا بيصار موضوع الانتماكروب هو مفصول كامل للاهميته فصله بشكل كامل عن بعد الاخصان وانه نافذة مهمة جدا ممكن نهدر المجتمع يأسر البرنامج يساعد تدير بهذا الموضوع بإذن الله بإذن الله اكيد الامار ككل حقيقة قصة اخرى على قولتهم بإذن الله يكون في تعاون متما وضحت لك فقط بأي وسيلة التواصل معي بإذن الله راح يكون لقاء مطول في التفاصيل بإذن الله يمكن احد الزملاء الاخرين سبيكر يتكلم يعطيكم الف عافية معكم الخنوات من صحة عسير أنا عارف انه جهود جبارة صراحة ان المعايير مكافحة العدوى لما يخش فيها يتعمق فيها يعرف اشي الشغل المبذول والجبارة صراحة فكل الشكر لكم عندي سؤالين السؤال الاول السبع الماضي قريبا فيه اختبار لمعايير مكافحة العدوى في الرياض اللي بعرفه انه هل يعني هل الاختبار مر واحدة في السنة او انه فيه اختبارات مستقبلة قادمة هذا واحد شي ثاني عندنا مثلا في المستفعات الطرفية يعني انت ما تقارن مستشفى مثلا سنترال او مستشفى 200 سرير في المستشفى طرفي 50 سرير فانت لما تجي مثلا عندنا في المعايير حق مكافحة العدوى انه مثلا عندنا الستاندرس تقريبا 32 معيار فانت لما تجي في المستشفى الطرفية بعض اللي يكون المعيار الستاندر تحيو ديكمونتس نن أبليكابل هل انه السؤال يعني اللي بغوصله بال هل انه مثلا فيه نموذج موحد مثلا يعني مثلا تقسم المستشفى انت ما تقارن الى مثلا مستشفى مركزي 500 سرير 400 سرير في المستشفى الطرفي 100 سرير او 50 سرير او فالاخير احنا نكون شغالين على حسب المصادر اللي عندنا فلما يجونا مقايمين لمكافحة العدوى فيه نقاط كثيرة يعني احنا ما يعني كيف اقول لك احنا ما العلاقة فها مثلا تكون بنية تحتية يعني مثلا زي ما تكلم الله اخي يوسف انه عندنا مشاكل مثلا في غرف العزل ان يعني المهم هيئة او مهم مجهزة فممكن يجيك سباهي انه اوك هي موجودة عند مثلا غرف العزل موجودة لكن مهين نقاط في برشار ممكن ان اعتيك الدرجة او اعتيك البارت يختلف لما يجي مقيم ثاني يقول لك لا لازم زي ما قال ترى نفس هذه احنا نعاني منها في المستوىات الطرفية انه كل 25 patient لازم يكون روم لازم يكون في غرفة فأنا قصد انه المستوىات الطرفية هل ممكن يكون لها نموذج موحد يعني حسب المصادر او حسب المنشأة او حسب يكون شيء محدد يعني بدل ما تكون مثلا 32 standards كل standards تحته 5 الى 6 الى 10 او ايان كان تجي اغلبها او جزء كبير منها ننقب لك ابو شكرا يطيك العافية شكرا لك يمكن عادل يساعدنا في اجابة السؤال الاول وثم الثاني كمان اللي هو الاول الاختبار اللي انتوا تعملونه عشان تغثون المقيمين هل انه مرة في السنة ولا اكتر من مرة او ايش نظامه والسؤال الثاني يمكن اذكر فيه ووضحه اكتر بس المعايير هذه تنطبق على جميع المستشفيات ولا في مستشفيات تنطبق عليها ومستشفياتها تنطبق عليها طيب انسمحتي دكتور فيما يخص الاختبار يعني احنا ما راح مثل ما ذكرت نغذتهم الا كل سنتين الاختبار هو حيقام بإذن الله كل سنتين طبعا مثل ما ذكر احنا قامنا اختبار اللي هو السنة هذه وطبعا قامنا اختبارين هذا فيما يخص الاختبار اختبار هو كل سنتين بإذن الله سوف يتم الاعلان وهالية معينة عالية اعلان وهالية جمع المعلومات من تم اللي هو التحذير الدخول اللي هو الاختبار اما دكتور فيما يخص اللي هو السؤال الزميل او فيما يخص المستشفيات الطرفية او ذكر اللي هو المستشفيات الخمسين سرية واقل هو المستشفيات اللي هي اكثر من خمسين سرية السعر السريرية نحن نقيم المستشريات بناء على الخدمة المقدمة داخل المنشآت هذه فهو ذكر أنه في بعض المعايير موجودة طبعا أريد أن أستطرد شوية في الإجابة نحن آلية في حساب ما في أي خوف عندنا من ناحية أنه عملية التقييم أو حساب النسبة النهائية للتقييم سواء كانت خمسين سرير أو أكثر موجود أو مش موجود داخل طبعا اللي هو المطلوب ما عندنا في أي شكالية من ناحية الموضوع هذا لكن بما أنه هي خمسين سرير الخدمة المقدمة داخل نحن نقيم الخدمة الموجودة داخل المنشآت الصحية في بعض المعايير عندنا من الممكن تصير النهلات أو ما نسميه غير متوفرة داخل المنشآت الصحية وهذه مبني على الخدمة المقدمة نتكلم عن الكلان نتكلم عن الأسنان هذه كلها داخل نموذج التقييم موجودة على أنها يعني اختيارية أو أنها موجودة أو ما هي موجودة داخل المنشآة هذه أو المستشفى أما فيما يخص أنه ذكر هو أنه ممكن خمسين سرير لأنه ممكن اللي هو البنية التحتية أو شي لا فيه نقطة نودية وضحها ممكن الزملاء غايب عنه أو ما هم ما هم مطلعين عليها الدليل اللي ذكرت الدكتور هو يشرح طريقة تقييم المعايير كاملة طبعا الموضوع النهجة اللي هو المنشآة الصحية فأعتقد أنه ما في شكالية الآن من ناحية تقييم المنشآة سواء كان خمسين سرير أو أكثر اللي يقيم هو سكوب سيرفز أو الخدمة المقدمة داخل المنشآة الصحية وفي عندنا داخل نموذج ونموذج يوضع وما برح يحسب سواء يعني في نفس معدد الحزبة هذا فيما يخص اللي هو تقييم المنشآة الصحية اللي هي أقل من خمسين سرير في بعض المتطلبات لابد أنها تطبق كإجراءات ومعارضات مكافحة العدوى هذه تطبق على جميع المنشآت فأحب ذلك أذكر زمين أنه ما نقيم على العدد الأسرة ولكن نقيم بناء على الخدمة المقدمة داخل المنشآة الصحية تمنى أن يكون جوبت على السؤال إذا في أحد عنده أي ضر واضح جدا هذا الحقيقة يعني المعايير اللي ذكرناها الآن هي تطبق عشرين سرير هي تقيم خدمة نفسها يعني الخدمة إذا كانت موجودة نقدر نقيمها إذا ما هي موجودة فيه خيار واضح هي نطب لكبول يعني قير مطابق يعني ما تحاسب عليه المنشآة ولا مطلوب منها أن تشتغل عليه جميع المعايير اللي تقيم فيها منشآتك اللي هي خمسين سرير أو ألف سرير هي تنطبق أو لا تنطبق إذا تنطبق لابد أن يكون تقيم هل إنها مطابقة أو مطابقة جزئيا أو غير مطابقة ومطلوب عليها ملاحظة والملاحظة يبني عليها خطة والخطة نعرف في بعض الموارد ما هي متاحة اللي مو بيوم وليلة ولا يمكن بسنة أو سنتين تقدر تبني غرفة عزب ولكن مطلوبة مو معناها أنك أنت مقصر أو مخطئ إذا قلنا لك أنها مطلوبة ولكن هي ما هي بيدك ولابد أنها تظهر ملاحظة موجودة وقائمة لين تتصلح أو يغير المعيار على حسب المعيار الوطني اللي نحن نسعى الآن فعليا إلى تغييره يعطيك العافية وشكرا لك على سؤالك يمكن الآن أخونا حمود تفضل حمود السلام عليكم في البداية الله يعطيكم العافية على مثل هذه المساحات اللي حنا بالحقيقة كممارسين مكافات عدوة بحاجة لها للاستفادة من خبرتكم العلمية والعملية سؤالي تقريبا جاوبت عليه الأستاذ أحلام ولكن ممكن أعيد على عجالة ألا وهو حنا تقييمنا كان في الآيكة متذبذب يعني ما يتعدى عشرة بالمية أقل أو أكثر يعني ممكن أقول حنا ممكن أخذنا في البداية ثمانين تسعة وسبعين ثمانين تسعة وسبعين خلال التقييمات الأخيرة لكن تفاجأ أنا ببرنامج وازن أنه كانت النسبة أقل من الطموح وكانت فيها نوع من الإحباط يعني فسؤالي هل في المستقبل إن شاء الله رح توحد لطريقة التقييم ما بين برنامج وازن وآيكا هذا سؤالي باختصار الله يعطيكم الآف شكرا حمود أعطيك الآف أحلام رجعنا وازن تفضري سيد حمود أنا عتبان عليك أنت ما حضرت لقاء حقا حقا وازن أنا كنت متحدثة فيه بس سعيدة جدا سؤالك وازن سوالنا مشاكل كإدارة عامة أو كمنسوب مكافتعات وبسيحنا ما نزعل من بعض إحنا دائما هدفنا واحد طيب وازن سابقا أو 20 22 كان يعتمد على نطاقات أربع نطاقات لهم حسبتهم الخاصة يأخذون سكور حق الآيكا ويحطين لحسب النطاقات لكن 20 23 أبدا ما رح يأثر على سكور حقكم ولا رح يزعلكم ولا رح يحبطكم لي لأنه رح يأخذون نفس سكور اللي أخذوه في الآيكا يحطونه بدون حسبة أخذ 80 تكون في وازن 80 أخذ 92 تكون في وازن 92 فاتفقنا مع فريق وازن إنه خلاص في 20 20-22 لكن 20-23 إن شاء الله رح يكون سكور لتأخذوه في الآيكا نفسه يطبق أو يرصد في وازن كما هو أتمنى أني أكون إجابتك على سؤالك ولازم تحضر اللقاء حقنا في وازن على اليوتيوب وعلى قناة الجديا بسي شكرا لك يعطيك لا في أحلام بس يمكن أنا أتمثل دور زملانة في وازن يمكن أنت في مكافلة عدو اللي سببتولها مشكلة مو هما اللي سببوكم مشكلة ولكن يمكن فقط توضيحا للجميع يا جماعة لا نسعى للسكور لا نفكر 100% 50% 20% اعتبروها هدية وقدمت لكم والناس تعانوا وجلسوا عندكم يوم أو يومين في المستشفى مقابل أن يعطونكم بعض الأشياء اللي هم شافوها إذا كانت حقيقة اشتغلوا عليها وحاولوا تحسنونا إذا كانت ما هي حقيقة أنتم رائعين يعني بكل الأحوال أنتم محققين الهدف يعني فعليا الهدف الأسمى والأعلى واللي نسعى له أن المنشأة تتحسن يعني إنسان يجي يقل عندك يومين صدقوني ما المصلح أنه يظهر عيوب قد ما أنه يعطيك يا جماعة هذا النقاط تحتاج تشتغل عليها جميع الكي بي آيز في العالم هي وضعت من أجل التحسين مو من أجل أنا في الأخضر ونحتفل فيها يوم ويومين بالإضافة إلى سباهي سباهي إذا كانت هي ون دي شو أو هي مسرحية يوم واحد من أجل نحتفل فيها فحرام قاعد نخسر التكاليف والجهود هذه فقط عشان نحقق أننا يا جماعة أخذنا ورقة في الأخير عشان يكون راضي علينا X أو Y في الدنيا حقيقة أنا أسعى وأهتم وأتمنى أن الجميع يا جماعة لا تنظر للسكور قد ما تنظر إلى أنا فعلا جتني فيه إنسان جاني من بره ولاحظ ملاحظة إذا كانت واقعية أحاول جهدي باللي أقدر عليه أني أحسنها إذا كانت لا ما هي واقعية شكرا لك وأنا أحطها كملاحظة وأحاول أني خلاص أتجاوزها بما أني واثق أمام المسؤولين عندي وأمام الله أنها فعلا ما هي موجودة يعني هذا الهدف الأسمى من التقييم وليس هي السكور السكور صراحة 85 و95 بعد ثلاثة شهور راح تنساها أنت ما تعرفون يعطيكم العافية على السؤال وشكرا لكم ما أدري إذا عندنا مشاركة آخر تفضل الله يعافيك السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله تفضلي مرحبا دكتور خالد يعطيكم العافية وصراحة أنت وفريغك من الناس المشجعين للعمل في قسم مكافحة العدوى لكن عندي كذا ملاحظة بخصوص الآيكا الستاندار تبعها للمستشفيات اللي 50 سرير في كذا حاجة بتكلم عن شغلتين أول حاجة لما نجي الستاندار السيرفيلنس تمام المغيمين اللي يجونا يطالبون في سياسة السيرفيلنس اللي اليرون كيثيتار الفولو آب إلى آخرة وأنا كل شيء موجود عندي لكن لما يرفع الريبورت لكم ينحط ن A not applicable على معايير سباهي من ناحية مكافحة العدوى بحيث أنتو يعني احنا قاعد حتى في الترينين قاعد نحط محاضرات عن اليورين كيثيتار ومحاضرات عن السيرفيلنس وإلى آخره لكن في الوقت نفسه وقت التقييم أنتو كوزارة ما قاعد تحاسبون لكن في الخطبات قاعد ترسل أنه مثلا إذا كان عندنا نكس في المكان الموجود السياسة قاعد تكتب لنا كملاحظة وتنقل إلى مدير المستشفى فالشيء هذا ما نعرفه يعني إيش الحل ثاني حاجة احنا كخمسين سرير صراحة محتاجين أننا نتثقف عن السيرفيلنس لأن الدورات الخاصة اللي قاعدين تقدمونها أنتم كوزارة قاعد تشمل بس الثلاثمية سرير احنا كخمسين سرير ما قاعد تشملنا وإحنا مطالبين أرجع وأقولك أنه في المعايير الثاني في معايير سباهي مطالبين أن نكون ملمين في كل حاجة غير كذا من حبنا المكافة عدوى ضروري أن نكون ملمين في كل حاجة ثاني مداخلة بخصوص السنك الخاصة في الأقسام خمسين سرير أقل بالمستشفيات ما عندهم ميزانية طيب احنا كخمسين سرير عندنا فلنفترض في القرفة الوحدة سرير في كذا كومنت قالوا لا في كل قرفة لازم تكون يعني سنك وحدة طيب أنا ما عندي إمكانية فالشيء هذا كذلك يعني ما نعارف مين مين الجهة المخولة أن تساعدنا في الشيء هذا كتبنا خطابات وإلى آخرة لكن نرجع ونعيد أن الملاحظات هي الملاحظات هل نمشي على الايكا الستاندر تبع الايكا ولا نمشي على الستاندر الخاص مكافحة عدو في سباهي بخصوص السيرفيرنس والريبورت وإلى آخرة أو نتبع أنه أنتو قاعد تحطونا NA فما نشتغل فيها ولا نعمل السياسات ويعطيكم العافية وممنونة أنكم فتحتوا لي المايك يعطيك العافية أبداً مو فقط المايك جميع بواب الإدارة مكافحة عزو مفتوحة للجميع أنا يمكن السيرة ما كانت بالنسبة لي واضحة كفاية دكتور ممكن أضيف شيء تفضلي أكيد أحلام الله يستردك شكراً لك على سؤالك أول شيء أنت قلت أنه فيه خمسين سرير أنه ما عندنا إمكانية وشوفي البيزيك حتى الانفكشن كنترول سواء كان الهاند هيجين ولا الايزوليشن ولا الانفايرومنتل هذي الجميع المشاة الصحيح هذا الاتفاق واحد ثابت أنه هي بيزيك لو نتكلم عن معايير الآيك صح نحن نهتم بجميع المعايير ككل أنها تكون تطبق عشان يطبق برنامج مقافة عدوى بشكل فعال لكن نحن ذاكرين في قسم مكافة العدوى أنه كم البيت كباستي عشان نقرر على كم يحتاجون ستافنج إيش يحتاج رئيس قسم محدد إذا كانت أكثر من أو أقل 150 أو أكثر من أو يساوي 150 فالمعلومة هذه صدقيني أنا أنت يمكن نصصك بطريقة خاطئة لأن NA تراها ما تنقص أبدا كلمة NA ما تنقص أبدا في سكور هذا رقم واحد رقم اثنين معايير نا سباهي ولا جي سي آي كلنا تصب تحت مضلة اسمها مكافة العدوى يعني معاييرنا كلها الرفرنس حقها واحد يعني السباهي ولا جي سي آي ولا آيكا كلنا رفرنس واحد المصادر المعتمدة لمكافة العدوى سواء كان إبك ولا سي دي سي ولا دابري شو والناشونال قايد لائنس تقيم فالرفرنس حق السباهي مكتوب آيكا وإحنا كتبين السباهي فكلنا لغتنا لغة واحدة هي لغة مكافة عدوى اللي تتكلم مننا قبل شوية بخصوص تكلمتي عن السباهي بدون السباهي لا برنامج مكافة عدوى لا يستطيع يقول إذا كان في حتى لو أنت خمسين سرير خمسين سرير يعني معناته في هاند هايجين معناته أنه في مدير أو حتى ولو السباهي مهم حتى لو حتى أنا أنا أبغى أضغط عليك لأن أنا لم سنقص لك في سكور بس أطالب لأن يكون لديك أقل شي ملم في وين سياست هم يحط لك بغون يعرفون كنت ملم في أو لا لأنه من ضمن تقييم قسم مكافة العدوى في المنشأة نسأل الممارسين مكافة عدوى في القسم مكافة العدوى نفسه سواء كان رئيس القسم أو من مكافة عدوى هل يعرفون يعني لأن هذا يعتبر ما ذكرت أن سواء من من مكافة عدوى أو مكافة عدوى ليس سرط أن يطبق لديك مكافة لا يكون لديك مكافة غير كثير مثلا لكن لا معناه أن لازم تسرون عنها لأن هي أساسا يعتبر بيز بخصوص الدورات التدريبية والله صراح حبت لما قلت ما فيه نحن نعمل منصات تعليمية كاملة على الموقع حق الإدارة العام مكافة عدوى والمنصات هذه سواء كان للآيكا سواء للسيرفيل كلها فيها محاضرات مسجلة وفيه شهادات دورية ونسوي طيلة السنة محاضرات أخرى كرسات مكثفة غير اللي نستهدف فيها نحن لا نستهدف 300 سرير نستهدف كل ممارس صحي أو ممارس مكافة عدوى شغوف أو عنده التزام أو عنده حب للتعلم في مكافة العدوى بغض النظرة على السر اللي هو جاي منها أو المنطقة سواء كان طرفية أو مركزية ما يهمنا نحن ننظر للشغف في مجال مكافة عدوى وتطوير كفاءة الممارس التي تعدو على المستوى الوطني فأتمنى والله ترجعي للويب سايت وتواصلي معنا مدام إذا كنت في صالة معنا في اي بي سي أو أي قنوات التواصل عشان نعطيك الاجتماعي لجميع المواد التعليمية تحتاجينها ولغتنا أرجع وقلك لغتنا في سباهي والآيك والجي سي آي كلها واحدة في عندك مداخلة كانت عن الهاند هايجين سينك الهاند هايجين ترى الهاند هايجين هو جولد انتربنشن هذا نحن متفقين عليك انفكشون كنترول يعني بدون الهاند هايجين هو بايزيك إذا أنت ما حطيت الممارس صحي اكسيسيبول سبلايز اللي هو سينك أو تيشو أو صابون خلاص أنت معناته أنت ما رح تعزين الممارسين صحيين للهاند هايجين كنت رح نقصونك بغض النظر عن المنشأة الصحية كانت طرفية أو مركزية لأنه ما نقدر نطالب الممارسين الصحي بالاتزام بنضاه وطهير اليدين إذا ما وفرنا لهم السبلايز فسينك هذه الاثنين الأربع هذه الكريتيكال آية طبعا لأنه كيف نطلبهم غسيل يدين وهم عندهم سينك فأتمنى تكون هذه الأشياء تفيدك بالعكس من مطالباتك والدعم القيادة لكي بتوفيرها وشاكل لكي طيك رائف أحلام أنا أتكلم يمكن بأكثر واقعية شوي أنا أجزم ما في تعارض تعارض بمعنى كلما التعارض بين المعايير التي ذكرتها الأختمام بين سباهي والآيكا ممكن يكون في بعض المعايير تكون متشددة أكثر هنا وهناك مرتخة فيها وإذا كان فيها يكون فيه خطأ ويصحها لأن ما فيه عالم مثالي ولا نبحث عنه موضوع سأتفق نتفق ونعرف خلنا نقول الهيلث كير فاسيليتز عندنا أو المنشاة الصحية ولكن هل إنها إذا مي موجودة أغير معياري عشان تصير متوافقة مع العجز الموجود لا طبعا ببقى أحطها ألين يجي يثبت بإثبات علمي واضح إنها فعلا المعيار هذا ممكن يتغير أو ممكن إحنا قاعد نجد بدائل بدائل الحلول ممكن تكون فعالة وجيدة مثل الكحول اللي هو اللي يغنينا نوعا ما إلا في حالتين أو حالتين خلنا نقول محددات إنها ما يغنينا عنها إلا لا بد يكون فيه غسيل بمعنى كلمة غسيل لذلك نرجع يا جماعة لفكرة الـ score ابعدوا عن concept of score أو مفهوم النتيجة النهائية ونروح نركز على أنا عندي خلل هل أقدر أحله أم لا إذا قدرت أحله أحليته أنا إذا ما قدرت سعيت في حله ما أنتظر أقول يا جماعة ليه كذا لا هي كذا أصلا ولكن نحاول قد ما نقدر نحلها وأكد لكم مثل ما ذكر لنا زميلنا عادة سابقا يقيس خدمة ما يقيس خمسين أو مية أو خمسمية يقيس خدمة فعلا موجودة في جميع المنشآت والمنشآت اللي ليس مطلوب من الخدمة هذه راح نكتب لها يعني ما نحتاجها اللي هي نطب لكابول يمكن أخونا دكتور دي أعتقد أخونا تفضل أعافيك تسمح لي بس دكتور أعلى تفضل تفضل أكيد في البداية شاكر الأخت أماني أعتقد وشاكر لك دكتور والأحلام برضو زميلتنا أنت ماشاء الله أنا كنت بداخل وقطيت جميع المداخل اللي كنت أنا أبغى تكلم بها لكن فقط نتمنى من زميلتنا اللي هو أماني إذا كانت تقدر تتواصل مثل ما ذكرت معنا أستاذ أحلام أنه يتواصل معه زي كده عشان برضو بالممكن نحن نشوف موضوع اللي هو وذكرت اللي زميلتنا أحلام أنه يعني هو مش فقط لغير لازم يطبق ويدخل فيه إذا ما فيه محلاته أو يعتبر شي ثقيل فأتمنى فقط لغير نهاية إذا يمكن التواصل المسأندرستاندنق عادل اللي هي موضوع اللي هو نظام إلكتروني أعتقد هنا صار فيه يمكن بين المقيم أو مع اختناماني أنه صار فيه حاجة وسهل توضيحها جدا يعني وهي قابلة للتحسين بشكل مستمر إذا عادل إذا انتهيت ممكن نأخذ مداخلة شكرا عادل تفضل أخونا أختي ناناسف قلت أخونا لأن دكتور دي تفضل أعفكي نعم أنا داليا رئيس قصر مكافحة العدوى مستشفى أبهل خاص منطقة عسير سعيدين سعيدين دكتور خاليد وسهل عادل وسهل أحلام على الجمعة الحلوة وصراحة ما يجمعنا شي واحد إحنا كمكافحي يعني مكافحي عدوى أنه هو شغفنا و يعني حباً لمكافحة العدوى صراحة شغفنا ومجاهدتنا ومصابرتنا في الارتقاء في برنامج مكافحة العدوى في المستشفيات ودورة رعاية الصحية مكافحة العدوى معلم مثقف مدرب على الصعيد الأول يعني مثال يحتذى لكل الكوادر الطبية إحنا في كل المستشفيات وإنتو صراحة دكتور خالد يعني في الحقيقة إنجازات المملكة وزارة الصحة وخصوصاً إدارة مكافحة العدوى كنت مثال يحتذى به صراحة أنا على الصعيد الشخصي لامسنا جهودكم في تصدينا في أول مستشفى خاص في تصدي مكافحة لجائحة كوفيد فأنتم يعني ما شاء الله تبارك الله ليدرز معلمين مثقفين يعني فخر لنا على الصعيد للدولة العربية كلها يعني صراحة المملكة كان لها الصدارة في التحدي لمجابهة كوفيد صراحة أنا عندي سؤال بالنسبة لبرنامج البيكسل برنامج البيكسل كان له صدى جيد في تطبيق أساسيات مكافحة العدوى في المستشفيات كانت هي مندتوري في مستشفيات الـ Government الآن هي في المستشفيات الخاصة أصبح أساسية ومندتوري فعند سؤال يعني بالنسبة لبرنامج التثقيف وتديق المستشفيات هل هل هناك أي برنامج ممكن نحن نطبقه أو نسعى أو في أي خطة تكون مماثلة لبرنامج البيكسل خصوصاً للكوادر الصحية في العنايات الحرجة والمناطق الحرجة يعني سوى العنايات أو الـ 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 أعطيك العافية دكتورة زي ما عارفين يعني موضوع التدريب أنا يمكن قطع الصوت ونتي تتكلمين التدريب هو جزء أساسي طبعاً حتى من معايير الآيك لابد يكون في تدريب سنوي لجميع العاملين الصحيين وينطبق هذا على الجميع سواء الجميع القطاعات هو أساسي فقط إحنا وحدنا في مدول محدد عشان يخدم ويكون فيه قاعدة بيانات واضحة للجميع الآن فعلاً هو طموحنا أنه يكون إن شاء الله بإذن الله الجميع القطاع الوزارة الصحة والخاص وإن شاء الله نسعى بإذن الله بالتعاون مع القطاعات الأخرى أنه يكون أساسي وعندنا فعلاً في بعض المستشفيات الجامعية بدأوا يطبقون البرنامج البيكسل أوعدك أن يكون بإذن الله لنا تغريدات قادمة عن البيكسل كبيكسل والكمبونت أو المكونات الأساسية للبرنامج هذا وبالإضافة إلى شرح مستفيض عليه وأعتقد بتواصلكم مع مديرة شون صحية في المنطقة ممكن يخدمونكم ويساعدونكم فيما يخص تفاصيل البيكسل ولكن هو الآن مطبق يعني يهدف الجميع الممارسين الصحيين بشكل عام سواء في العنايات أو في الأور أو بأي نقاط أخرى يمكن أنا هذا إجابة على ملاحظتي اللي لاحظتها أو اللي فهمت من سؤالك ما أد إذا اختي أحلام أو أخوي عادل إذا عندهم أي إضافة أو عندهم نقاط تتعلق في نفس الله يعتك العافية دكتور ممكن بس أضيف بس نقطة تعقيبا على كلامك دكتور أنه لزميلتنا أنه في برنامج كمان اسمه برنامج الحماية التنفسية وهو يطبق كمان في القطاع الخاص حاليا من ضمن الكمبوننت حقته اللي هو الراسبيات وتكشن اكويبمنت أو اللي هي سواء كانت في يعني في elements محدد البرنامج related كثير للبيكسل فإذا أنت حاب تقولين في برنامج آخر يعني يوازي البيكسل نعم في برنامج الحماية التنفسية تعتبر من الكمبوننت حقته من ضمنها مهم جدا لحصول جميع موارسين صحين البيكسل طبعا بيكسل موجود في الدليل حقه لكن كدليل يركز على المعايير الأخرى تكلمتي عنها تكون موازي البيكسل أنا أقدر أقرب مثال برنامج حماية التنفسية بخصص الـ OR زي ما ذكرت والـ ICU هناك أدلة إرشادية خاصة عندنا بهذه المنطقتين داكرة فيها كل الـ التي نحتاجها في هذه المنطقتين أتمنى تستفيدون منه برنامج المكونات أساسية لمكافحة العدوى موجود كل قسم الـ التي حقيت سواء الـ ICU OR ER وجميع أقسام المستشفى أتمنى تستفيدين منها زميلتنا العزيزة تطلعين عليها خلال الوبسايت وإن شاء الله يارب تكون أفدناك في هذا السؤال عادل إذا في أي إضافة أخرى وممكن ننتقل لا دكتور ما في أي إضافة لكن أيضا في فقر مثل ما ذكرت أحلام مرضو المنصة فيها أكثر من بارنامج تدريبي من الممكن تدرون اللي هو الموقع يشوفون سواكات المواد التدريبي أو فيه أكثر من برنامج تدريبي شكرا لك أعطيك العافية صراحة أنا سعيد بالمتحدث القادم أخوي وزميلي وأستاذنا الكبير الدكتور محمد قاروت أبو أحمد تفضل الله أحفظك ونورتنا وشرفتنا في المساحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرف لي الله يبارك فيك بابدالعزيز وبوجودي معاك ومع بقية الزملات أنا حقيقة ودي بت بس أني أنوه لحاجة وأنا وأنت يعني عايشناها وعايشين فيها الآن بس لجميع الزملات في أقسام مقعبة عدو المستشفيات أنه إحنا في مرحلة حاليا ما بين السباهي وما بين وزارة الصحة كمرجعية أساسية لنا تمام والسباهي كجهة تقييمية أنه إحنا شغالين الآن أكد لكل الزمل على توحيد العملية التقييمية لمعايير مكافحة العدو بحيث لا تكون المستشفى أو المشاطة الصحية جالسة ما بين المقصلة والسمدان فإمكان الأمور هذه كانت في السابق ولا زالت موجودة ولكن بدأنا الآن نغير في المواضيع دي بحيث أنه نكون كلنا مع بعض لأنه الهدف واحد فقط اللي هو التأكد من المعايير المعتمدة والتي تكفل بإذن الله كأساسيات كأساسيات لمكافحة العدو وتقديم خدمة آمنة للمرضى موجودة سواء إذا كانت مقيمة عن طريق الزمل المقيمين في السباه أو الزمل المقيمين من وزارة الصحة فهذه بس النقطة أو المداخلة اللي حاب أؤكد عليها الموضوع يمكن شوية بيأخذ وقت لكن إن شاء الله بإذن الله في المستقبل القريب ستكون معظم الأمور واضحة الأخت أماني ذكرت بعض النقاط فيما يخص السيرفيننس والزمل يعني وضحوا النقاط ولكن أحب أؤكد أنه من زمان ما في أي تعارض في موضوع السيرفيننس بالنسبة لمعايير سباهي أو أنه أمور تكون ممكن لا سمح الله تعجيزية أو غير مفهومة في معايير سباهي وأعتقد أن الآيكا متوافقة معها في بداية الحوار أو المساحة هنا ذكر بعض المعلومات فيما يخص الريشيو تبع نيكتف ريشور عزوليش الروم وأعتقد أنه أبو عبدأزيز إن شاء الله يأكد الكلام أنه نحن شغالين على المواضيع بحيث أنها تكون ماشية مع المعايير الدولية وبالإضافة بدون الإهمال الناشنال ريسك أسيسمينت فيما يخص الأمراض التي تنتشر عن طريق الهواء وحاجتنا إحنا إلى وجود نسب معينة من الغرف سالف للضغط شكرا لكم أبو أحمد أبو أحمد أبو أستغل وجودك قبل لا تطلع أكيد إنك مشغول ومثلك يشغل حقيقة خلنا نسرب شوي معلومة متى تقدرون تبشرون أنه ممكن معيار غرف العزل يتغير يعني بما أنه عندنا 200 مستمعين ما حين راح يعلم بس تسرب للمعلومة هذه متى قريب بعيد نأمل عليها خلينا أقول لك على حاجة أنه اليوم أنا موجود لصفة الشخصية محمد قاروت ولا لا يعني ما في تسريبات صعبة هذا ليس تهرب من الإجابة ولكن أقول لك أنه من آخر اجتماع يعني حصل بيننا وكانت أختنا أحلام موجودة وبرك الله فيها في البرزنتيشن وبرك الله فيكم في التيم أعتقد أن الأمور ماشية في الطريق الصحيح أعذروني أنه في بعض الأمور كنواحي تنظيمية أو شيء زي كده تاخد بعض الوقت ولكن أكيد لكم إن شاء الله أن الأمور ماشية في الطريق الصحيح بإذن الله وإن شاء الله أنا بتابع الموضوع شخصيا معهم وإن شاء الله قريبا إن شاء الله حتكون في أخبار طيبة بإذن الله أعطيك العام في أبو أحمد حقيقة أمام الجميع أنا شهادة حق تقال خير داعم سراح المكافحة العدوى في جميع القطاعات سواء خاص حكومي لنا إحنا كتربينا على يمكن أدي إيادي لساة إذا يعني ما يكبر الدكتور قارود لسه شباب ولكن حقيقة يعني في أخلاق وعلم حقيقة فادنا جميعا يعني سواء في وزارة وغيرها ويشكر على جهود التي بذلت سراح في مكافحة العدوى شكرا ونورتنا حقيقة أنا سعيد جدا موجودك بالله يساعدكم ووفكم جميع شكرا سلام عليكم شكرا لك أنا ما ودي أطيل على الزملاء حقيقة أنه إذا عندنا مداخلة أخرى يعني إذا ممكن نقدر نختم فيها أو ما أعرف الكنترول رافعي كان في أحد مداخلة إذا في أحد يتفضل ألا فيكم السلام عليكم السلام عليكم هلا هلا دكتور أفراهيم تفضل الله يحب ياك الله أولا أشكركم للمساحة الجميلة هذه أنتوا لسال الحلام ولسال عادل فقط فيه نقطة بدي أن أبه عليها والله اللي هي موضوع لأي كان هو للأمانة بالعام على قولتهم هو وسيلة ضغط المفروض تستفيد منها أقسام مكافحة العدوى المستشفى مع إدارات المستشفى في تنفيذ دعنا نقول المعايير اللي اللي ما حصلت على نحاول قدر الإمكان أنه نوصل الفكرة هذه لكل أقسام مكافحة العدوى المستشفى أنه يجمع إحنا قاعدين نقيم إحنا إدارة فالنية في الأخير قاعدين نقيم الإجراءات اللي تحد من العدوى داخل المستشفى فيه أمور تتعلق بال فيه أمور تتعلق بال فيه أمور تتعلق بال فيه المستشفى هذه إحنا قاعدين يعني نطلع المشاكل اللي عندكم وفي الأخير أنتوا ممكن تحلونها على مستوى المستشفى أو ممكن تتصعد إلى إدارة عليا المديرية أو الوزارة إحنا نحاول قدر مكان نوصل الكونسيبت هذا لكل المستشفى يعني بعيدا عن حق اللايكة في الأخير أنا أحب توضح النقطة هذه طال عمرك دكتور إبراهيم اليوم ما شاء الله سأكون متواجدين وبقوة في المساحة مستشفى مستشفى نظر نظر نظرة إيجابية أبواصيل حقيقة اهتمام المنطقة أو الزملاء في المنطقة حقيقة يشكرون عليها وشكرا لجميع سراح الحاضرين وهذا الشيء شرفنا إحنا ما أود نطيل عليكم ولكن إذا يعني يمكن عدتها أكثر من مرة وأكدها أخوي دكتور إبراهيم مهم جدا ننظر للموضوع نظرة إيجابية هي دفكت سواء كان سكور حقك 100 أو 85 الهدف منه الإصلاح وفي فرق نوعا ما أحيانا من نظرة سباهي عن نظرة الآيكة الآيكة هي صدرت بأمر يعني سامي من ميرس ومتابعة ومستمرين عليها هي يساعدنا في رفع الجاهزية والاستعدادية المكافحة العدوى بشكل مستمر فلذلك هي مرتين في السنة سباهي هي كل ثلاث سنوات ممكن يجون كم مرة عشان يرفعون أو يكون المستشفى تاخذ الأكريديتيشن اللي هو الاعتماد اللي يضمن سلامة المرضى ولكن لازم نأخذ من ناحية سباهي أو من ناحية الأودت الهدف في الأخير هو سلامة المرضى والمعايير هذه لابد تنعكس على المنشآة مو هدف أنها تاخذ السكور عالي في كثير من المنشآت يقول لك أنا يجي سباهي وأعرف أني ما راح نجح مع ذلك أنا أبيثبت أني فعلا محتاج دعم لما أني ما حقق السكور أو النتيجة اللي هي دايما يكون فيها الهدف ما هو الرقم يا جماعة ومقيم معتمد تعتبر اختنا أحلام الصبحي تفضلي أحلام السلام عليكم مساء الخير على الجميع الصوت واضح واضح جدا أحلام تفضلي سهلا بلكم أنا كمقيمة آيكا عن جد استفدت استفدت كثير من كون مقيمة آيكا في تشخيص هذا الموضوع للمستشفى تبعي والاستعداد التي سويتها تطور المستشفى يعني بسبب معرفتي للآيكا بالمفهوم الصحيح وأتمنى أن كل مدير مستشفى يعرف ثقافة الآيكا توصل لكل أحد فينا لأنه لما ننظر للموضوع كمقيمين مو مثل ما كنا ننظر له كبركتشنر عادي فأتمنى تنتشر ثقافة الآيكا للجميع بالنسبة دكتور عن مفهوم وازن إحنا معاك نتفق أن مفهوم وازن مو بس مجرد علامات لكن للأسف يعني صار يأثر علينا يعني كل من شاف يعني أنا كحلة يعني مستوىك صفر أنت جبتين صفر في المستشفى أنت ما تشتقلين في المستشفى طول الوقت صفر يعني حبت اليوم أنا في إجازة في اجتماع الوازن أصروا أني أدخل لأنني أنا لمسببها أزمة في المستشفى لأنني أنا أخدم معيار صفر مو مقدرين يفهمون أو ما يبقون يفهمون أنه أحلام بالنسبة الوازن أوعدكم أنها انتهت يعني الربع الرابع هذا الأخير كانت هي الزون كانوا هما يقيمون بناء على الزون يعني يقول لي عطني زون محددة أكثر من 85 يأخذ 100 مثلا أقل من 65 يأخذ صفر فلذلك أنا أعرف أنها هي حتى في وازن ترى هي محطوطة تحت معيار الليدرشب تحت معيار مسؤولية مدير المستشفى ولكنه وكيد يسقط على الشخص المسؤول عنده اتفقنا مع وازن والاتفاق تم يعني انتهى في الربع الأول راح تأخذ المنشأة قيمتها الفعلية ورح يحسبونها ويت 8% من التوتل فلذلك اللي يأخذ 65 ويأخذ 75 راح يحسبونها كم توصل من الثمانية في المية ونسعى أنها تصير أكثر من ثمانية في المية ولعلهم يوافقون مع ضغطنا عليها من نسعى أنها توصل 10% بإذن الله نعم عندي كمان حاجة ثانية بالنسبة للتغصي والتفشيات نحن 50 سرير أنا كمستشفى عندي 50 سرير عندي ICO عندي مختبر مكرو بيولوجي لكن محن ندخلين في حصل أطلب أطلب طيب يا أحلام أطلب أنك تدخلين في حصل والله طلبت بس يعني قولوا لا لا أبدا إذا أنت مرحبة بالعكس نحن ما هي إجبارية على المنشأة 50 سرير ولكن هي اختيارية لذلك إذا أنت جاهزة من بكرة تبني نفسك داخلة في برنامج حصن أو اللي هو النظام الترصد الإلكتروني تفضل لتفادي يعني الموضوع أنه أنتم مطبق عليكم الشروط لكن بس نوصل عن شرطنا المية السرير لا طب إحنا نحن أبليكابول ولا نط أبليكابول برشيال ولا شيء دوناء فهنا كان دائما إشكاليات بين المقيمين درجة أننا بصراحة صرت أخر بعض المقيمين نقول بخاص ما عندنا استرقفاليس ونريح بالنا الرغم أن أنت عارفين استرقفاليس أساس ومكافحة الأدواء ونفس الشيء بالنسبة للتفشيات يعني نحن الحمد لله 50 سرير يمكن ما يصير عندنا تفشيات بحكم أن المرضى عندنا ما يجلسون مدة طويلة فالتفشيات تكون عندنا مرة نادرة فحكاية الدوكيومنت نقلها مشكلة نتبت أبدا أبشري هذه نحن بإذن الله راح يكون في التواصل أنا أضعدك من التواصل من عندي نعم من عندك فيما يخص البرنامج الإلكتروني اللي هو حصن بلس وبإذن الله يكون بالعكس بالنسبة كمان التفشيات كمان يوجد منصة خاصة فيها بإذن الله نسعى مع الزملاء أنهم يتواصلون معك ويعطونك اليوزرات أو اللي هي اسم المستخدم والأكسس اللي هو طريقة الوصول إلى المنصات هذه وتخدمك في منشاتك وبالعكس مرحبين نحن نسعد جدا والله بدون مبالغة للناس المبادرين مثلك يا أحلام وشهادة حق تقال بما أن أحلام تداخلت هي من أفضل المقيمين ودائما تاخذ من أفضل نتباهى فيها حقيقة حتى على مستوى منطقة المدينة وعلى مستوى المملكة أطيك العافية أحلام أعتقد حقيقة نحن ما أود نطيل عليك ما أخذنا ساعة و40 دقيقة الآن ونشكر جميع من شارك ونأمل بإذن الله التعاليل هذه ما تنتهي بإذن الله التعاليل هذه على لاجة الشمال سهرات الليل فلذلك إن شاء الله بإذن الله ما رح تنتهي وراح نستمر معاكم نسعى بإذن الله أن يكون في شيء قريب بإذن الله يخص التدريب اللي هو بيكسل راح نسعى بإذن الله أننا نكون شركاء لكم ونسعى في المراحل القادمة أنكم وأنتم تكونون المقدمين وأنتم المشاركين في المساحات المثل هذه ومرحبين لأي لأي استفسارات لأي أنا أكد أنه مو فقط المايكنا مفتوح أبوابنا جميعا مفتوحة قلوبنا مفتوحة للجميع صدورنا مفتوحة لكم ودورنا ما نتباه إحنا دورنا نقدم لكم الدعم ونخدمكم حقيقة باللي نقدر عليه وتحملونا إذا كان فيه كثرة برامج أو كثرة ضغوط بالفترة أخيرة ولكن أوعدكم ما أقول لكم راح نخفف الضغط راح نزيد الضغط ولكن راح نكون متأقلمين مع الضغط هذا ونتكيف معه وننجز أكثر وأكثر شكري الجزيل حقيقة للزملاء الحاضرين جميعا وشكر خاص لزميلتنا والمبدعة دائما أحلام الرائع والمقاتل الشرس عادل العنزي أنا ما راح أختم راح أريد أن أختم نبدأ بعادل وثم تختم المساحة أحلام على خير بإذن الله شاكر لكم وكان معاكم أخوكم خالد العنزي تفضل عادل ثم تختم أحلام والشي نقول الله يعطيكم العافية لحضوركم جميعا أتمنى أننا كنا ضيوف خفيفين ظل عليكم أتمنى أن ما أثقلنا عليكم أتمنى أنه برضو أنه استفدتوا أو أجبنا على أغلب الأسئلة اللي أنتم طرحتوها أتمنى لكم التوفيق جميعا وشاكر لكم كاما معاكم زميلكم عادل سليم الله يعطيكم العافية جميعا وفعلا شكرا لكم حضوركم وتفاعلكم معنا في هذه المساحة وإن شاء الله يا رب لنا مساحات قادمة بإذن الله وحبب أختم أقول أنه التواجد معا هو البداية البقاء معا هو التقدم العمل معا هو النجاح في أمان الله معكم أختكم أحلام العمري الله يعطيكم العافية جميعا ترجمة نانسي قنقر